الخطوات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا دفعت بالرئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى الخروج عن صمته والتلويح لواشنطن من أنه قد يلجأ إلى البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أردوغان قوله أن خطوات الولايات المتحدة أحدية الجانب ضد تركيا لن تؤدي إلا إلى تقويض مصالح وأمن الولايات المتحدة وقبل فوات الأوان يجب على واشنطن التخلي عن تصوراتها الخاطئة متحدثا عن بدائل لردع هذه النزعة واتخاذ خطوات أحدية الجانب للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد أردوغان جدد التأكيد أنه من المؤسف أن تفضل للولايات المتحدة قضية القص الأمريكي المحتجز في تركيا على علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة وكرر أردوغان أمام أنصاره دعوته للأتراك لبيع الدولار واليورو دعما للليرة التركية التي تراجعت قيمتها كثيرا بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد وتدهر العلاقات مع الولايات المتحدة لكن رد الفعل جاء عكسيا بحسب وكالة بلومبرغ التي ذكرت أن زيادة كبيرة في طلبات سحب أموال بالدولار الأمريكي سجلت في المصارف التركية بعدما فقدت العملة يوم الجمعة فقط 20% من قيمتها الخارجية التركية كانت حذرت من أن زيادة التعرف الجمهوري على الصلب والألومنيوم ستضر بالعلاقات وقالت في بيان يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط هي الحق الضرر بالعلاقات الأمريكية التركية ترجمة نانسي قنقر